تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تقدمها الميداني المتسارع في جبهات محافظة البيضاء وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوث المتمردة المدعومة من إيران حيث تمكنت قوات الجيش والمقاومة من تحرير منطقة المسحر وموقع برامة الاستراتيجي في جبهة الحازمية بالإضافة إلى موقعي الخزان والمدرسة في مديرية السومعة وتواصل قوات الجيش الوطني تقدمها باتجاه مناطق عقرامة الصغرى والكبرى والضحاكي في المديرية ذاتها وكانت قوات الجيش قد حررت جبل الجماجم مالاستراتيجي وجبال شوكان ومواقع وفا والسوس الشاردة وقريتي المضاحي وآل دوما بالإضافة إلى مواقع الشجرة والشباعة كما حررت قوات الجيش مديرية مركز مديرية الزاهر ومناطق الخلوة والروضة في المديرية ذاتها